اشتركوا في القناة من يدي استعلامات الشرطة ويشتبه في جهاز المخابرات ملف خطير للغاية يجري التحقيق فيه وقد أدى إلى خلافات بين الأجهزة الأمنية وهذا الملف يتعلق بسرية إرهابية تسمى سرية الغرباء التي صارت تشكل هاجساً لدى قيادة الأمن الوطني ويشتبه في أنها صارت متخصصة فقط في استهداف الشرطة تحديداً بدور من جهاز المخابرات الذي توفرت معلومات لدى قيادات أمنية أن هذه السرية مخترقة من مصلحة مكافحة الإرهاب المعروفة بأسكورات معلومات من مصادر مطلعة جداً كشفت لنا البعض من محتوى هذا الملف الخطير الذي يشكل أزمة بين الاستخبارات العسكرية وجهاز الاستعلامات التابعة للشرطة حيث أن المتابعة لهذا التنظيم منذ فطرة ثبتت بالدليل أنه أو أثبت بالدليل أنه يستهدف عناصر الشرطة دون غيره حيث أن هذه السرية قامت باغتيال شرطي في مطعم السلام بحي زيادة بقسنطينة في أكتوبر 2016 وأيضاً اغتيال شرطي في حي الدقسي وأيضاً مهاجمة حاجز أمني في حي الهرية ومهاجمة الأمن الحضر الثالث عشر بقسنطينة سرية الغرباء هذه هي عبارة عن تنظيم إرهابي كان ينشط على محور سكيكدا وقسنطينة عبر جبال الهرية إلى جبال الوحش الملف الذي عدته جهة في استعلامات الشرطة تتحدث عن وقائع هذه الوقائع تعود إلى عام 2008 لما التحق شخص اسمه نور الدين لوعيرا وهناك من يروج أنه اسمه نور الدين العويرا وكنيته أبو الهمام وهو من مواليد عام 1982 والتحق بالتنظيم الإرهابي بعد مغادرته للسجل حيث كان يقبع بتهمة الضرب والجرح العندي المفضي إلى عاها مستديمة وأيضاً تهمة الإشادة بالإرهاب لما غادر السجل ذهب إلى حي الأمير عبدالقادر المعروف محلي بحي فبور الشعبي وهو الذي ينحدر منه وعرف هذا الحي بكرهه للنظام وجهاز الشرطة بسبب ما تعرض له من ظلم وممارسات واقتحامات المنازل واعتداءات عن العائلات ومن بينهم عائلة لوعيرا بحد ذاته حيث وصل الأمر لضرب والدته والاعتداء عليها بطريقة رخيصة للغاية هذا لوعيرا التحق بمعاقل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب عبر شخص تعرف عليه في السجن حيث عند مغادرته السجن تقدم منه شخص وساعده على اللقاء مع شخص يدعى الزبير وهو إرهابي التحق بالجماعات الإرهابية في عام 94 والتقى أيضا مع إرهابي آخر خطير ومطلوب يدعى يوسف أبو الأشبال لوعيرا صار أمير سرية الغرباء بعد القبض على أميرها السابق المدعو بذراع أبو مصعب في نوفمبر 2015 بعزاب ولاية سكيدا هذا المخطط كله يتحدث التحقيق الأمني للاستعلامة الشرطة جرى بتدبير من شخص يحمل رتبة ملازم أول واسمه عمار بن مالك الذي ينتمي لمصلحة مكافحة الإرهاب أسكراد هذا الملازم الأول كان يخترق تنظيم القاعدة تحت إمارة أبو مصعب عبد الودود أو درود كان وتحت كنية أبو إسحاق لوعيرا كي ينال ثقة التنظيم طلب منه تنفيذ عمليات ضد الشرطة تحديدا وهو الذي حدث عبر استهداف شرطيين في إسكيكدا حيث تم جرح الشرطيين من فرقة متنقلة للشرطة القضائية في عملية إطلاق نار على سيارتهم وتشير المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية أن نوردي اللعيرا كان يتميز بذكاء حاد ولعب الدور الكبير في عدة عمليات قام بها التنظيم الإرهابي في عام 2013 التحق بسرية الغرباء المساعد منصف وكنيته مهدي وهو من يعتبر من أكفأ ضباط الصف في السكرات حيث قام باختراق السرية بتسهيل من طرف الملازم الأول عمار الذي هو أصلا يخترق هذه السرية خير أن الأمور عرفت منعطف آخر بعد استهداف جهاز المخابرات من طرف الرئاسة في عهد عبد العزي بوتفريق وأيضا استهداف السكرات بسبب عملية تيغانتوريل التي عليها علامات استفهام كبيرة سرية الغرباء قامت بمبايع تنظيم الدولة داعش وحدث ذلك بإعاز من الجنرال حسان ووجه هذا الإعاز للملازم الأول عمار الذي يعد صاحب رأي ونفوذ كبير في السرية التي يخترقها هكذا تتحدث تقارير أمنية المحققون في الملف يرون أنه منذ تولي هذا الشخص نوردين لعيرة وصار أمير هذه السرية جرت عملية كثيرة ضد الشرطة فقط من دون غيرها من الأجهزة وجرت عدة محاولات لتفجير مقرات حساسة تابعة للأمن الوطني وهو ما طرح الكثير من الأسئلة لدى لعيرة بحد ذاته الذي اكتشف حسب الملف أن السرية مخترقة من المخابرات وتقوم بتوجيهها وفق ما يخدم مخطط معين لدى صناع قرار الأجهزة في الجزائر من دون أي تفاصيل أخرى ذهب التقارير الأمني إلى أن لعيرة قرر تسليم نفسه وذلك عبر التنسيق مع شقيقي الذي أخطر وكيل الجمهورية والشرطة وطلب لعيرة أنذاك من أخيه أن لا يخبر الدرق ولا الجيش تم تنظيم موعد تسليم نفسه في معرس 2017 بجبل الوحش وبتنسيق مع النائب العام ومصلحة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة والبياري في الموعد المحدد ولما اقتربت سيارة تقل لعيرة وبرفقته إرهابي آخر يدعى بلاد وهو من موليد عام 1983 كان محل بحث منذ 2013 تفاجأوا حينها بأفراد من مجموعة التدخل السريع الجيس وهي تابعة للجيش حيث أطلقوا مباشرة الرصاص على السيارة وقتلوا الشخصين وتم أخذ الجثتين إلى مركز عملياتي تابع للجيش في قسنطين وفي اليوم الموالي تم نقلهما إلى المستشفى العسكري بقسنطين وبعد شهر تم تسليم الجثتين إلى أهالهما وتشير تقديرات المحققين أن الهدف من هذه العملية هو طي ملف لعيرة وقطع الطريق أمامه حتى لا يخبر النيابة العامة عن ملف اختراق سرية الغرباء من طرفي أسكران عائلة نوعيرا رفعت شكوى لدى نائب العام ووزارة العدل بأن ابنهم نوردين أراد تسليم نفسه بالتنسيق مع الشرطة والنائب العام بصفة مسبقة غير أن الجيش قام بقتله في ظروف غامضة ولأسباب مجهولة ومن دون أي خطوة قد تفضي إلى أن يتم القبض عليه وهو على قيد الحياة إن كان يعني هارب هو جاي يسلم نفسه مباشرة هما لما وصلوا قتلوه مباشرة أطلقوا النار بدون أي شيء ولا أعطوا اعتبار للشرطة الموجودة ولا النائب العام هذه الشكوى اللي رفعتها أو اللي رفعها شقيق لعيرة تم تجاهلها تماماً بل الأمر وصل لدرجة تدبير تهمة لأخيه وسجن بسببها ثلاث سنوات حتى يسكت ويتوقف عن النبش في هذه القضية المشبوهة والمثيرة والخطيرة بالنسبة للمنازم الأول عمار فقد اختفى بعد هذه العملية وهناك من يشتبه في مقتله ويوجد من يقول أنه عاد إلى الجهاز وصار يعمل داخليين وهناك من يقول أنه أرسل في مهمة إلى الخارج حتى ينسى المستغرب في هذا الملف أن الأمير الحال لسرية الغرباء التي لا تزال تنشر يدعى ساكر عادل وتشاهدون في الصورة نسخة من جواز سفرين ساكر عادل من موليد 28 جنفي 1977 في ولاية سكيكدا وقد تناولت قضيته فيما قال نشرته في صيف 2008 وتشاهدون على الشاشة صورة من المقال الذي تحدثت عن اختفائه وتعذيبه واعتقالات تعرض لها حيث قلت في المقال ذكرت موليد ذكرت اسم الوالد والوالدة ومستواه جامعي حالته الاجتماعية أنا ذاك متزوج ولا يوجد لديه أطفال أنا ذاك كان يقطن بولاية سكيكدا بالضبط في دائرة تمالوس تعرض للاعتقال أول مرة عام 94 في سن الأحداث متهما بقضايا تتعلق بالإرهاب حيث قضى ثلاث سنوات كاملة ثم أعيد اعتقاله عام 98 وألف واحد وفي كل مرة يقضي سنة كاملة وظلت ملاحقته دوما بالتهم نفسها مل الاعتقالات والمضايقات المختلفة وتنفيق التهم والمتابعات فعزم أمره عام 2003 ليلتحق بسوريا للدراسة ما كث سنة ونصف ظل أعوان المخابرات يقتفون أثره ليتم اختطافه في 26 فيفري 2005 من طرف المخابرات السورية وبععاز من أجهزة الأمن الجزائرية وهو في مقهى أنترنات ظل يتردد عليه دوما حيث يتواصل مع أهله في الجزائر وقد زعموا أنه مسؤول إعلامي لمواقع جهادية تابعة للقاعدة بل ذهبت مصادر إعلامية إلى اعتباره وسيطا بين تنظيم الجزائري وتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين وزعيمه حينها أبو مصعب الزرقاو تعرض خلال الاعتقال بمركز أمن سوري لأبشع أنواع التعذيب حيث اعتبر غنيمة كبرى تقدمها دمشق لواشنطن في إطار حربها على ما يسمى بالإرهاب غير أن أمريكا لم تهتم بعادا لأنه غير معروف لديهم ولا هو مسجل في تقاريرهم الاستخباراتية فاضطرت السلطات السورية لترحيله قصرية للجزائر على متن طائرة خاصة مقيد اليدين معصوب العينين وفي حال يرثلها ولما وصل مطار هواري بومدين الدولي بالدار البيضاء الجزائر العاصمة تم استلامه من طرف ضباط الاستعلامات والأمن المخابرة ليتم نقله إلى مركز ثكنة أنتر في حيدرة ويعرف لدى كل من مر عليه بجوانتنامو الجزائر وفيه تعرض لأبشع أنواع التعذيب والإضطهاد والقهر على مدار عام كامل ومن دون أن يتصل به أهله ولا أحد يدري بما جرى له لولا اعتقال أخويه ساكر عمار وهو طبيب والآخر ساكر زهير وتم إداعهما السجن سركاجا ولم يفرج عنهما إلا في 5 مارس 2006 وفي السجن علم من خلال مساجين يتواجد بتواجد شقيقهما عادل في ثكنة حيدرة ونقل بعض المساجين أنه من شدة التعذيب كان لا يستطيع الوقوف ولا حتى التكلم وكاد أن يفقد ذاكرته نهائيا بعد سنة كاملة من الاحتقال في مركز سري لا تصيره المنظمات الحقوقية ولا حتى القضاء الجزائري تم تقديمه لدى نيابة محكمة عبار رمضان بالجزاء العاصمة وقد تلاعب في تواريخ القبض حتى تتماشى مع القانون ومن ثم أفرجت عنه المحكمة لعدم ثبوت أي أدلة عليه في فيفري 2006 بالرغم من زعم وسائل الإعلام أن الجزائر تسلمت الأصول أبو ياسر سياف الذي روجت الأخبار الإعلامية الأمنية التي تقف وراءها الجهزة الاستعلامتية الجزائرية من أن المكنة أبو ياسر سياف ناشط إعلامي كبير وهو الذي أنشأ موقع الجماعة السلفية الجزائرية وأنه ينشط ضمن شبكة المصري أبو جهاد المحكوم عليه بخمسة عشر عاما برفقة آخرين جزائريين بينهم لحمر عواد ونعاس الذي حكم عليهم بالمؤبد في 19-11-2007 بتهم التجنيد الجزائريين للقتال في العراق وقد أصدرت الجماعة السلفية بيانا في 16 نوفمبر 2004 ناشدت فيه من سمتهم المسلمين الغيورين على دينهم وإخوانهم لاتحق بتنظيم الزرقاوي في الفلوجة والعراق وقد كان من بين الموقعين على البيان أبو ياسر سياف الذي زعمت مصالح الاستخبارات أنه عادل ساكر بالرغم من نفيه لذلك ولا علاقة له بهذا الإسم أصلاً تتواصل مضايقات في حق عادل بعد الإفراج عنه فكل مرة يستدعى لدى مصالح الأمن ليقضي ساعات تحت طائلة التحقيق والمعاملات المستفزة وبظلت الضغوطات عليه في صور لا يمكن وصفها حتى صار يعتقد أن المخابرات تحاول إجباره عن طريق الترهيب وبث الإشعات والضغط على الفرار نحو معاقل الجماعات المسلة شاهدوا ما قلته في ذلك الوقت إلا أنه ظل صابراً ومتجاوزاً كل ما يحدث عنه إلى أن استدعي يوم الاثنين 26 مايو 2008 من طرف ضابط الشرطة لأمن دائرة تمالوس أبو عبدالله رضا وقد حمل الاستدعاء البيت العون علي موسى بعدها توجه عادل ساكر مباشرة إلى مركز الأمن للاستفسار عن سبب تلك الاستدعاء وقد كان يعتقد أنه تحقيق روتيني كالمرات السابقة وحسب مصادرنا فقد وجد ضباط مخابرات في انتظاره ليختفي منذ ذلك الحين ولا آخر له عائلته التي حيرها غيابه الذي بدأ يطول وطرح لديهم الكثير من الشكوك وإن كان إجماعهم أنه وقع تحت طائلة الاعتقال لجأت لمركز الأمن الذي استدعي عادل له ولم يخبروهم بشيء عنه وكأنه لم يدخل بنايتهم أصلاً وتم تبليغ الجهات المختصة كوكيل الجمهورية والنائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدا ولكن من دون فائدة ولا جواب يشفي غليل الأسرة المفجوعة في اختفاء ابنها على إثر هذا الاختفاء القصري تقدمت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان المتواجد مقرها بجناب وبشكوى عاجلة للسيد ستوفان توب رئيس فريق العمل للاختفاء القصري لدى الأمم المتحدة وتعرف أن منظمة الكرامة تقوم بهذه الشكاوى كثيراً وتشاهدون في الصورة التوكيل الذي قدمه شقيق عادل ساكر إلى منظمة الكرامة التي يتواجد مقرها في جناب السويسري والشكوى تمت في يوم الـ 32 جوان 2008 وأيضاً شكوى مماثلة للسيد مانفراد نواك المقرر الخاص بالتعذيب لدى الهيئة الأممية نفسها حيث طالبت بتمكين المختفي عادل ساكر من كل حقوقه القانونية وفق ما تفرضه المواثيق الدولية والإفراج عنه في أقرب وقت ممكن في حال عدم ثبوت أي شيء يدينه أو تقديمه للقضاء وفي الصياق نفسه اتصلت منظمة الكرامة بلجنة مناهضة تعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسان من أجل التذكير بالتوصيات التي صدرت في نغمبر 2007 وماي 2008 والتاكيد على أن الجزائر لم تأخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار وقد أنكرت الحكومة الجزائرية من خلال ممثليها أو من خلال وزير خارجيتها أنا ذاك مراد مدرسي خلال وقائع المجلس الأممي لحقوق الإنسان وجود المراكز السرية غير أن الواقع وما يجري ومن خلال الكم الكبير من الوقائع أو الوقائع التي سجلتها المنظمة الحقوقية تفيد بعكس ما يحاول النظام إنكاره فترى هل سيعود عادل ساكر لأهل هذه المرة أم سيعلن أنه التحق بمعاقل ما يعرف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي كما يجري عادة مع كل مختطف أو أنه سيبقى في عداد المفقودين هذا السؤال الذي طرحته أنا ذاك والجواب بعد سنوات ها هو عادل ساكر اسمه مطلوب كأمير لما تسمى سرية الغرباء هل حقيقة أنه هناك عادل ساكر بالفعل أو أنه تم التصفيته في المراكز الأمنية ويجري استعمال اسمه كل ذلك وارد كل ذلك وارد فالرجل كان عند الأجهزة الأمنية وكان عند الستياري وتم التحقيق معاه وتم تعذيبه وتعرض إلى أمور كثيرة لذلك أن جهات في استعلامات الشرطة تشتبه في أن عادل ساكر إما أنه في مهمة لصالح الاستخبارات أو أنه أجبر على الالتحاق بسبب المضايقات أو أنه متوفي ويجري استعمال اسمه في إطار دعاية لحسابات ما أو أنه منتحل من طرف شخص آخر وكل شيء وارد في هذا المجال بلعدنا الشك أن الإبقاء على وجود الجماعات الإرهابية بهذا الشكل يخدم هذه الأجهزة يخدم أطراف دولية تستثمر وتستغل هذا الأمر ويخدم أيضا المصالح التي تدعي أنها تكافح الإرهاب وتستغل هذه المكافحة من أجل أجندات أخرى خبيثة لا علاقة لها بالأمن القومي ولا أي شيء الأجهزة الأمنية ترشح عادل ساكر حسب التقارير الأمنية بأنه مشروع انتحاري في الجزائر وهو صار مطلوب لدى المصالح الأمنية المكلف بملفه ضابط يدعى الشريف وتتعقبه فرقة من الجيش والسكورات وهي الفرقة نفسها التي أوقعت بأمير ما يسمى داعش عبد الملك جوري في 2014 وهي نفسها التي قضت على نور ديل لعيرة كما أن المساعد منصف الذي يخترق السرية ينتمي إلى هذه الفرقة نفسها ويجري الاشتباه أن العمليات التي تقوم بهذه السرية وتستهدف الشرطة تدخل ضمن مخطط إضعاف استعلامات الشرطة بعدما قام بوتفليقة والجايد صالح من قبل بإضعاف جهاز المخابرات العسكرية الملف يعتبر خطير للغاية ويكشف حجم الصراعات بين الأجهزة على النفوذ الذي كما قلت يستغل الإرهاب كوسيلة من أجل ذلك وأيضا يكشف جانب آخر من معاناة الجزائريين فهناك ضحايا وهناك من أجبروا وهناك من يجري استعمالهم وهم ربما في عداد الموتى الصراعات بين اسكورات مخابرات الجيش وبين استعلامات الشرطة كبيرة وقد كانت سبب تصفية علي تونسي بعدما خطط هو ونورد يزيد زرهوني إلى هذا الأمر وتم استحداث وحد الإدارة وبعد ذلك تم حلها في الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 18 أبريل سنة 2013 حيث صدر مرسوم تنفيذي أنذاك يحمل رقم 13157 وهذا المرسوم التنفيذي تضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيم عملها وبعد ذلك تم حلها من دون أن يتم تعين مسؤول لها ومن دون أن تعين لها مكتب ماذا قامت هذه الخلية وماذا فعلت كل شيء في عداد المجهول ولكن المؤكد أنها كانت في إطار محاولة تقوية استعلامات الشرطة التي خطط لها علي تونسي ومعاه يزيد زرهوني ولكن تونسي دفع الثمن ويزيد زرهوني بعد ذلك أقيل من منصبه كوزير الداخلية وهذه تمت استعادة قوة جهاز الاستخبارات وقوة السكرات بطريقة أخرى وإن كانت هناك معلومات تقول أن شنغريح أيضا يريد أن يوازن بين الأمرين وأن محمد قايد كانت لديه أطرح في هذا الجانب غير أنه دفع الثمن وتمت إقالته وذهابه إلى بيته بعدما خضع إلى تحقيقات وكادت أن تود به إلى سجن البليدة مع أبو عز وسيد نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة